موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن تمكنت قوات النظام السوري وميليشيات حزب الله المتحالفة معه من فك حصار تنظيم داعش الإرهابي لمدينة دير الزور شرقي البلاد وفق ما ذكر إعلامه الرسمي وأوضح حدوث ذلك عقب التقاء قوات النظام المتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي بالقوات المتواجدة في الفوج 137 غرب مدينة الزور وفق زعمه وأعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف محافظة دير الزور شرقي سوريا بصواريخ مجنحة من سفونها في البحر الأبيض المتوسط أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قتلى 772 مدنيا من جراء القصف والاشتباكات في أغسطس آب المنصرم في سوريا وقالت الشبكة في تقريرها الشهري أن قوات التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكبرى عن الخسائر في صفوف المدنيين خلال الشهر الماضي ذكرت مصادر أمنية الثلثة أن هناك استعدادات وتحركات عسكرية تجري على قدم واساق في الأنبار لاستعادة ما تبقى من مدن المحافظة من احتلال تنظيم داعش ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن تلك المصادر قولها إن الاستعدادات العسكرية لاستعادة ما تبقى من مدن الأنبار جارية ومتواصلة منذ أيام حيث تحركت الفرقة الرابع عشر من الجيش العراقي بكامل عدتها باتجاه مدينة الرطبة غرب المحافظة أعلنت الأمم المتحدة الثلثاء أن 123 ألفا و600 شخص معظمه من الروهينغا المسلمين هربوا من أعمال العنف في بورما ليلجأوا إلى بنغلاديش وبلغ عدد اللاجئين في الساعات الـ 24 الأخيرة الذروة مع عبور 37 ألف لاجئ الحدود في يوم واحد وتشهد ولاية رخين الفقيرة في بورما التي تقع عند الحدود مع بنغلاديش أعمال عنف طائفية يقوم بها بعض البوذيين بحق مسلمين منذ سنوات قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلثاء أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن برنامجها النووي إلا إذا شعرت بالأمان وأضاف أن العقوبات لن تغير سلوك بيونج يانج وأضاف بوتين أن لا فائدة من فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية مربها إلى أنها ستسبب معاناة إنسانية في البلاد هذا وأورد الرئيس الروسي أنه لا معنى لاتهام بلاده بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ثم مطالبت موسكو بعد ذلك بتأييد عقوبات جديدة أعلنت الأمة منظمة العفو الدولية أمنستي أن هجمات جماعة بوكوحرام الإرهابية النيجيرية أوقعت الأشهر الخمسة الماضية حوالي أربعمائة قتيل أي أكثر من ضعف حصيلة الأشهر الخمسة التي سبقت شكرا اشتركوا في القناة